السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نتكلم على الكمنيكيشن دايجرام اللي هو النوع التالي من الانتراكشن دايجرام تكلمنا بالمهاضرة السابقة على السيكوينز دايجرام حتى ما نضيع وحتى نعرف احنا حانيا وين بالضبط نروح للديايجرامز مالتنا لذا ما ننشوفه نحن عدنا Requirements ونعرف ان الـ Output مالتها هو Use Case وقلنا لـ Use Case مثال على Use Case اللي هو Steps و System Response هذا اسمي عفوا السيناريا اللي هو المثال على الوسط اعيد هالخطاء حتى نعرف دائما ان السيناريا مين اجي واذا نتكلمنا على Draft Class دايجرام وقلنا انه هذا Draft Class دايجرام وليسه Final Class دايجرام وايضا دخلنا بالـ Interactions Diagram واخذنا اول نوع اللي هو Sequence Diagram اليوم راح نكمل عن نوع الثاني اللي هو Communication Diagram وحاليا احنا مرحلة الـ Analysis تمام هنروح للـ Stereo & Alumni حاليا نريد ندخل للـ Communication Diagram قبل كل شي ان الـ Communication Diagram ايضا نسميه بالـ Collaboration Diagram نروح على الـ Model Explorer ونضغط Right Click ونقل لـ Add وحاليا احنا وين بالـ Analysis Model نغير اسمه ونضغط Right Click ونقل لـ Add Diagram وحاليا احنا مرحلة الـ Communication Diagram وحاليا احنا مرحلة الـ Communication Diagram وقلنا ان الـ Communication Diagram هو نفس الـ Collaboration Diagram احنا مرحلة الـ Virgin ونغطع الـ Collaboration Diagram أساميه منه وخليه ممكن نساميه سانسر. ليكم. طيب. شنو موجود بالكومنيكيشن دايجرام. اكو عندي اوبجيكت. اكو عندي لينك. اكو عندي سيالف لينك اللي يسوي الروح الانتراكشن. اكو عندي فوروارد استيميلاس. اكو عندي الريفير اسمالتها وايضا اكو عندي برايم. الكمنيكيشن دايجرام يمثلي التفاعل. بتوين اوبجيكت. التفاعل. بتوين اوبجيكت. اي. هو شبيه للسيكوينز دايجرام. لكن. السيكوينز دايجرام. التفاعل لل اوبجيكت سيكون عن طريق اللايف لاين. اذا نذكر. احنا باللسيكوينز دايجرام ان نجيب الابجيكت. يرسمني تحت خط مناقب. وقلنا هاي دورة حياة الابجيكت اللي اسميه اللايف لاين. اما بالكومنيكيشن دايجرام فهذا الشي ما كمه موجود. اشنو اللاعد رح يصير التفاعل بين اتهم. التفاعل يصير عن طريق لينك. هذا اللينك. نجيب او اسحبة من هذا الابجيكت الى هذا الابجيكت. طيب. ايضا شنو عندي موجود. عندي السيلف لينك. كذا الابجيكت تريد يسوي انتراكشن الروحة. بالكومنيكيشن دايجرام. الميسيج ما تمرر عن طريق اللايف لاينك. مو انما تمرر عن طريق اللينك. يعني ده تمرر عن طريق الابجيكت نفسي. ما عندي لايف لاين. الكومنيكيشن دايجرام يبين لي الترابط بتوين اوبجيكت مع بعضها البعض. وايضا يبين هل ان هاد الابجيكت ارتبطوا مباشرة مع بعضهم البعض. او كان اكو اوبجيكت سواسيط يصل بينهم. يعني يبين لي الارجنازيشن مع الابجيكت اشان دا تكون. طيب اذا راح ناخد مثال عمد نوضح هذا الشيء مثال بسيط. اني عندي ان الارم سيستم. عندي اضام انذار. وان اسنسار ديكت اكتشف شيء معين. احنا اتفقنا ان احنا من عندنا اه اه برابلم او نقول مشكلة يعني تيجينا اعنا بدا نحلها اه كدايجرامز او احنا ننطيها على شكل شنوع اشكل سيناريو. السيناريو اول شيء اذا مثلا تكلمنا ان احنا بالكلاس دايجرام عشان نحوله الى السيناريو هاد الراح يجين عشان راح نحوله الى كلاس دايجرام. قلنا نبقى نطلع شكو اه اول شي نطلع الكلاسز. نفس الحالة اذا كان عندي بسيقوان دايجرام الابجيكت. كذلك قلنا راح نطلع شنوع بالبداية الابجيكت. سوينا بسيقوان دايجرام الابجيكت. اول شي وين اسانسر. اذا السانسر هو حساس يعني هو اوبجيكت. فاني ضللت هنا. اكتشف شي معين. دايجرام الابجيكت. ايشارة الارم اشارة اندار الى السيال هاندلر. اذا السيال هاندلر ايضا اضع عندي شنو. اضع عندي اوبجيكت. سبابقا الح بسيال هاندلر. معنى و نضغط الي . إذن الـ للفون الارم . إذا الـ فون الارم أحد أصبح عندي لدي . التفون الارم الآخر سيدي . سوف يحصل للسير والنظر . إذا أني عندي هذه السيناريا ، أريد حول الـ الارم ؟ ! الى . . أول شيش عدنا نقرأ جملة جملة . . نظام الاندار . When a sensor detect something إذن عندي sensor أحد الأبجيكت اسمها sensor شبيه هذا السنسر Sensor send alarm signal to cell 100 إذن they does alarm signal المن للسيال هندل إذن اكتف الأبجيكت الثاني اللي هو شنو السيال هندل تمام إش داي قول داي قول داي يرسل يسيند alarm signal منه السمسر إلى السيال هندل إذن ليتجه الاتجاه من هنا إلى هنا إذن شرح أخذ رح أخذ ال forward stimulate أضغط عليها أضغط على هادا اللينك رح يجيب ليها ورح ينطيني الها نمبر أضغط عليها على مد تفتح لي اللي يابل ما للمسيج لأنه هذي يمثل للمسيجز رح إذن هيش داي ساولي داي ساولي alarm signal نروح نكمل سيناريو مالتنا next السيو هندلر شبيد is trigger signal المن للفون إذن إجي عندي أبجيك جديد اسمه فون ألعب أسحب أبجيك جديد أسمي الفون ألعب الفون ألعب من اللي داي يرسل السيال لفون ألعب أول شي لازم قلنا نربطهم عن طريق links وبعدين الاتجاه مع المسيجز اللي داي تصير ح رح ينطيها ال number وأضغط عليها على مد اكتب اللي يابل اش داي ساوي اش داي 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 ترغر ألعب ألعب اللي أترغل السيجنال سوري طيب الفون ألعب أيضا يدز شنو بدورة response signal المن لسيال هندر يعني اوكي انه وصل لهذا الألعب حيدز لا response يدز لا استيجابه إذن الفون حيدز المن للسيجنال إذن الاتجاه من هنا إلى هنا إذن شرح استخدم استخدم أربع عرب الوحيد عرب الوحيد يعني الهندر والاومي مقصر أنها 충ر سيجنال تحديreat نهادي الزاق الوحيد هاي الأوبجيكت تفعلوا مع بعضهم البعض عن طريق ورسال المسيجز بيناتهم اللي هات مثل الأوبرايشن هاي المسيجز تكون عن طريق الانتقال ما لاته يكون عن طريق اللينك مو عن طريق اللايف لاين كما كنا ناخذه بالسكوينز دياغرام واكو ايضا المسيجز اللي هاته تنتقل نحدد الداركشن ما لاتها عن طريق الستوميلاس اللي عندي اضافة الى اه انا ساقدر عن طريق هاي الابليكيشن اللي عدنا اللي هو استرية ام اه نحول هذا الكميكيشن دياغرام او الكلبريشن دياغرام الى اه سكوينز دياغرام او ممكن العكس اذا عدنا سكوينز دياغرام ايضا نقدر نحوله الى كلات الكلبريشن دياغرام ايش لانا عن طريق الاني اروح الى موضل اه كونبريت كونبيرت دياغرام بعدين كونبيرت ما اريداني سكوينز الى كلبريشن لا اريد كلبريشن الى اه سكوينز اضغط عيب راح يقولي العملية تمات سكسيسفولي وانطاني الابجيكت وبالنسبة لللايف لاين معلتها وانطاني المسيجز اللي تكون بياناتها حوالي دايراكت الكلبريشن الى سكوينز دياغرام طيب اه بقعد ناشي نحن شلان شوكت نستخدم السكوينز وشوكت نستخدم الكلبريشن الكلبريشن نستخدمه اذا كان اه يعني نريد نحول الكلاز دياغرام نريد نشتق منه الانتراكشن الانتراكشن دياغرام اه يعني اذا كان اني عندي كلاس دياغرام اذا اطلع منه الانتراكشن دياغرام فيفضل اني اني استخدم الكوميكيشن دياغرام اما اذا كان اني عندي يوسكيز دياغرام فيفضل اني اني استخدم شنو؟ استخدم السكوينز دياغرام طيب اضافة الى بالسكوينز دياغرام اكو موجود اللايف لاين اما بالكوميكيشن دياغرام يعني المسيجز دا تنتقل على عن طريق اللايف لاين اما بالكومنيكيشن دايجرام فمدى تنتقل عن طريق وانما عن طريق اللينك اللي موجود بين الأوبجيكت وقالنا ان الكومنيكيشن دايجرام ايضا يهتم بشلون الأوبجيكت تتصل مع بعضها وده ترتبط مع بعضها البعض وطريقة مالتها شلون متراتبها اه لهنا انتهت محاضرتنا ان شاء الله تكون مفهومة واي سؤال ايضا نتواصل على التليجرام او الكلاسروم او البروفايل وشكرا لكم